اشتركوا في القناة نحتاج إلى هذا الأمر عند استخدام بعض المواقع في جوجل كروم مثل مواقع الدردشة أو البحث الصوتي الآن لتفعيل الميكروفون والكاميرا في جوجل كروم نتبع الخطوات التالية نفتح جوجل كروم ثم نضغط على ثلاث نقاط في الأعلى ثم نضغط على الإعدادات ثم خيار الخصوصية والأمان ثم نضغط على إعدادات الموقع الإلكتروني ثم ننزل هنا إلى الكاميرا كما نلاحظ الكاميرا أمامها محظور نقوم بالضغط عليها ثم نقوم بتفعيلها ثم نعود إلى نفس المكان وننزل إلى الميكروفون نقوم بالضغط عليه بنفس الطريقة وهنا في الأعلى يمكن اختيار الميكروفون الذي تستخدمه أو يمكن تركه التلقائي ثم نقوم بتفعيله كالتالي سأقوم الآن بالتجربة على الميكروفون وبطبيعة الحال نفس الطريقة يتم اتباعها مع الكاميرا سأفتح مثلا هنا محرك جوجل ثم سأقوم بالبحث من خلال الصوت سوف أضغط على أيقونة الميكروفون تظهر النافذة نختار السماح ثم نقوم بالتزييل مثلا سأقوم بالبحث على كلمة فيسبوك وهنا يجب الانتباه والسماح فقط للمواقع التي نثق فيها باستخدام الميكروفون والكاميرا سأقوم بالضغط على سماح ثم سأقوم باختيار كلمة فيسبوك فيسبوك إذن هنا الميكروفون يعمل وقد ظهرت نتائج البحث المتعلقة بكلمة فيسبوك وهنا تم إضافة موقع جوجل في المواقع المسموح لها باستخدام الميكروفون ويمكن حذفهم بهذه الطريقة ولكن رغم أننا قمنا بتفعيل الميكروفون أو الكاميرا إلا أنه لا يعمل مع بعض المواقع مثل هذا الموقع مثلا البحث القرآني الآن سأقوم بالدخول إليه ثم سأضغط هنا على الميكروفون إذن هنا نلاحظ الميكروفون لا يعمل إذن ما هو الحل؟ الحل هو كالتالي سوف نقوم بالضغط هنا على علامة القفل في الأعلى الخاصة بالموقع وهي موجودة في كل المواقع التي نقوم بالدخول إليها وهذا الأمر كما قلنا نقوم بتطبيقه على الميكروفون والكاميرا إذن نلاحظ هنا أمام كلمة ميكروفون إذن هنا الميكروفون في حالة حذر نقوم بالضغط هنا على حذر ثم الضغط على السماح أو الطلب تلقائي ثم الآن نقوم بإعادة تحميل الصفحة حتى يتم تفعيل الخيارات الجديدة الآن سوف نقوم بالتجربة هنا بالبحث على أي كلمة في هذا الموقع إذن نقوم بالضغط على زر المايكروفون إذن تظهر الرسالة هنا للسماح للموقع باستخدام المايكروفون نقوم بالضغط على سماح ثم مثلا سأقول كلمة المؤمنون المؤمنون إذن هنا كمان نشاهد الآن المايكروفون يعمل وظهرت عدة كلمات تحتوي الكلمة التي قمنا بنطقها وبالتالي تم حل مشكلة المايكروفون في حالة حضر وأيضا تم إضافة الموقع في المواقع المسموح لها باستخدام المايكروفون ويمكن إزالة الموقع من خلال الضغط على إيقونة الحدث وبنفس الطريقة إذا قمنا بتفعيل المايكروفون والكاميرا ولكن وجهنا نفس المشكلة نقوم بالدخول إلى أي موقع ثم نضغط على زر القفل ثم نتأكد من أن المايكروفون أو الكاميرا في حالة حضر ثم نقوم بالسماح أو الطلب تلقائي إذن إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الفيديو أرجو أن نشرح إعجابكم لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته